السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد خيال ودرس جديد من دروس أصرار الانزاين. بدارة النهاردة هنتعرف ازاي ننقل الالوان والجريديانت من برنامج الستوريطر لبرنامج الانزاين. طبعا زي ما كلنا عارفين برنامج الانزاين اساسا بتقدر ان انت اضيف في اي الوان ولكن المشكلة اللي بتقابلني شوية هي في موضوع الجريديانت. الجريديانت في برنامج الانزاين ضعيف شوية مقارنة ببرنامج الستوريطر. يعني اذا حبيت تعمل جريديانت في برنامج الانزاين بتحس ان الدنيا هنا مس سهلة وسالسة زي برنامج الستوريطر. بجانب ان الستوريطر في اساسا مكتبة جاهزة للجريديانت للتدرجات اللونية مش موجودة في الانزاين. بجانب ان انت كمان لو وبحثت على الانترنت توجيه كتبت مثلا Gradient for Illustrator هتلاقي حاجات كثيرة تقدر ان انت تتحملها و Gradient جاهزة لبرنامج Illustrator وده مش موجود في برنامج طيب خلي نخش في الدرس ونشوف ازاي بننقل الالوان والتدرجات من برنامج Illustrator لبرنامج InDesign انا لو روحت البرنامج Illustrator عندي هنا وفتحته طبعا بفتح هنا ال switch panel دي الالوان اللي عندي برنامج Illustrator طبعا زي ما احنا عارفين هنا انا لو ضغطت كده بيفتح لي المكتبة او اللي بيلاري بتاع الالوان فلو جيت ضغطت هنا كده هلاقي عندي دي المكتبة الخاصة بالالوان سواء تدرجات لونية سواء الوان solid سواء pattern او حتى benton هنفترض ان انا جيت هنا ال color book لل benton وضفت بعض ال benton وضغطت مثلا كده طبعا اي لون بضغط عليه بينزل عندي هنا وضغطت لون زي ده وخدت لون زي ده وخدت لون زي ده وليكن بجانب اننا طبعا ممكن اي لون انت هتعمله هنا او هتدربه او اي لون خاص انت عايزه وليكن مثلا اخترت لون زي ده مجرد طبعا ما بسحب اللون هنا في ال switch panel بينزل معي اللون طيب جميل انا دلوقتي هنا زي انتوا شايفين دي المكتبة عندي فيها الوان benton وفيها الوان solid عدية وفيها هنا pattern اتنين pattern وفيها هنا التلاتة تدرجات لونية طيب الطريعة كالاتي انا باجي هنا على التلاتة نقاط اللي فوق او التلاتة سطور اللي فوق بضغط كده وبقول له لو سمحت save switch library as ase الامر ده عندي بختاره بعد كده بيقول انت عايز تحفظ المكتبة عندك فين وليكن احفظها على desktop وهسميها وليكن color اوكي وطبعا زي ما شاهدين امتداد بتاعها ase وبقول له save في الحالة دي بيطلع لي الرسالة دي بيقول لي دي رسالة احذرية بيقول لي هنا انا هقدر ان انا احفظ لك ال switches panel اللي عندك دي ولكن مش هقدر احفظ ال gradient ولا هقدر احفظ ال pattern ودي دلوقتي عندي مشكلة ولكن خليني اقشي معالي الاخر اقول له ماشي اوكي احفظ ولكن بيعرفك ان هو مش هقدر يحفظ الاتنين دول هقول له اوكي وحاليا هروح لبرنامج الانتزاين وتعال افتح ال switches panel في ال انتزاين موجودة عندي هنا واضغط برضو في نفس المكان هنا الثلاث شرط اللي فوق وبقول له في الحالة دي load switches تمام بضغط عليها واشوف مكان الحفظ عندي فين مكان ما كنت حافظ الملف بتاعي اللي انا اجيبتم الملف موجودة عندي هو اللي انا سميته color امتداده ase بضغط عليه وبقول له open ننتظر شوية لقيته ان فعلا جاب لي كل الالوان اللي كانت موجودة في برنامج illustrator طبعا هو هنا مقسمة لانها تقول ان هي كتير كده ليه هو هنا مقسمة يعني grey حطه في فولد اللي واحده وتلاقيه حطت جواه كل الالوان الغري طبعا تقدر من خلال السامة تضغط كده وتقفل الالوان دي وهكذا ودي الوان البنتون اللي احنا كنا جبناها من برنامج illustrator طيب جميل انا كده نزلت الالوان العندي عادية ولكن تظل عندي مشكلة وهي مشكلة الgradient وده المهمة عندي في الدرس ده ازاي انقل الgradient من illustrator للإنزاين مضاء بسيط جدا 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 خلني بس عم تراجع كنترول زد عشان اشيل كل الالوان هنا ومنحسش بلغبطة طيب ارجع تاني للإلستريتور زي ما قلنا دي عندي مكتبة جهزة هنا سواء انت هتجيب سواء انت هتيجي هنا وتضرب الgradient اللي انت عايزه زي ما قلنا الستريتور فيه اقوى من الانزاين فبالتالي بتبتدي انت تضرب الوانك عادي وتختار الgradient اللي انت عايزه وليكن كده وتبتدي تزبط الgradient بتاعك وليكن زي ما هنعمل كده سريعا مثلا حاجة زي كده ده انا عملته حاليا واحنا شغالين طيب فيه جريديانت جاهزة زي ما قلنا خليني اخد نسخة من دي واجه هنا على اللابلري المكتبة وعندي امر اسمه جريديانت لو ضغطت عليه كده كل اللي عندك دي جريديانت جاهز انا هروح هنا وليكن للميتة اللي هنا عندي واختار كده بحيث يجيب لي التدرجات اللونية اللي هي باللون الزهبي بالفضي لو اختارت لون زي ده وتعال اخد نسخة كمان كده واختار وليكن لون زي ده وتعال اخد كمان نسخة هنا واختار وليكن لون زي ده جميل يبقى انا هنا عندي التدرجات دي كلها المشكلة زي ما قلنا جريديانت دي فعلا نزلت هنا في السواتشة بانال ولكن لو جيت عملت لها نفس الامر ده مش هيرضى انه هو ينقل الجريديانت الموضوع بسيط جدا 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 كل ما هناك ان انت تعلم سيليكت على الجريديانت اللي انت عايزه وليكن الاربعة دول بعملهم سيليكت وضغط كنترول سي او كماند سي اللي هي كوبي من ايدت وقل له كوبي وتعالى نروح للاندزاين يفتح الاندزاين وبرضه من ايدت وقل له باست نزل الجريديانت زي ما شايفين باللون ده هتحس ان مفيش جريديانت موجود اساسا ده نزل الوان صولد ولكن تعالى ايفتح هنا السويتش بانال عندي هتبص هتلاقي ان الجريديانت بالفعل نزل عندك رغم ان هنا الوان صولد ما هتشغلش بالك اما حاجة ان الجريديانت هنا نزل عندي وده اللي محتاجه في الحالة دي لو اقامت select ومساحت دول بيظل عندي الجريديانت هنا زي ما هو في الحالة دي طبعا لو جيت طبقت اي حاجة وليكن كده اختار الجريديانت لقيته تطبق معي فعلا تطبق معي تطبق معي ولو فتحت كمان بانال الجريديانت في الستريتور او عفا في الانزاين هتلاقي فعلا الجريديانت موجود عندي ودرجاته موجودة فقدر ان انا كمان هتحكم فيه يعني اقدر ان انا اعمل كده بيحصل تأثير عندي هنا زي ما انتم شايفين فأصبح ان هو نقل الجريديانت هنا وفي نفس الوقت قادر ان اتحكم فيه وطبعا الجميل برضو جدا في الانزاين ان الانزاين بيقدر يتحلك ان انت كمان تعمل جريديانت على تيكست على طول ما فيهوش لفة شوية زي برنامج يعني لو يكن حتى انا كتبت حاجة زي كده تيكست زي ده مجرد ان انا بتعمل جريديانت وبتيجي هنا في الالوان طبعا بما ان الجريديانت نزل هنا فأكيد هلاقيها عندي زي ما قولنا موجودة هنا فهلو جيد كده هلاقي فعلا الجريديانت بقت موجودة عندي بالمنظر ده فأصبح ان انا قادر ان انا اطبق الجريديانت على تيكست او على الشيب او اي عنصر عندك فيتريكاية اخيرة وهي بسيطة جدا وهي لازم تخلي بالك منها عشان ما تيجي تطبق الدرس خليها نرجع تاني او خليني ما زلت في الانتزاين تأكد ان ملف الانتزاين عندك هنا من قائمة edit ان الملف عندي يكون CMYK مودي الالوان عندي يكون CMYK لازم يكون مودي الالوان عندك لو رحت هنا يكون CMYK طب هيتفرق فيه معايا تعالوا نشوف لو انا عملت كده RGB ملف الالوان ملف الانتزاين من طب الانتزاين نميًا نسخ و ارجع الانتزاين امسح هاتف انسخ حصل هنا حاجة مختلفة وهي العكس الاول ما كنت منسخ كان يجبلي الالوان دي solid مش بينها gradient ولكن كان ينزل عندي هنا المرة دي جبلي ولكن منزله عندي في الالوان وطبعا انا مش عايز كده طيب عشان ما الناس تيجي تنسخ وتلاقي اجريديانت منزلش عندها هنا في السويتش فزي ما قلنا تأكد ان ملف الستريترو عندك يكون CMYK وملف الاندزاين عندك يكون برضو CMYK بكده يكون درسال نهاردة انتهى اتمنى تكونك سافاتوا منه تنظرين ان شاء الله دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته